اشتركوا في القناة حتى الان للعاصمة الادارية وثمانين بالمئة نسبة اشغال الوحدات السكنية بالمرحلة الاولى من حي زهرة العاصمة لاسكان الموظفين بمدينة بدر مدبولي يوجه بسرعة تسليم المرحلتين الثانية والثالثة من اسكان الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الادارية ويكلف باغلاق المباني القديمة للوزارات نهائيا حتى تنتهي مجموعات العمل من خطط الاستغلال الامثالي لها خلال اجتماعيه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات وهي وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابدة لكهرباء مصر بتوقيع اتفاق تعاون مع شركة سكاتيك النرويجية لإقامة مشروع محطة شمسية بقدرة واحد جيجاوات مع تخزين الطاقة الكهربية باستخدام بطريات تخزين وذلك في اطار جهود الدولة للتوسع في اقامة مشروعات الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة التفاهم التي يتم بموجبها التصريح للشركة الصينية لمعدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية المحدودة ستيت جراد الدخول للاراضي التي تحددها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك للبدء في اجراءات الدراسات والقياسات اللازمة لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية المقدم من الشركة بقدرة اجمالية 10 جيجاوات تأتي هذه الموافقة في اطار جهود الدولة للتوسع في تنفيذ مشروعات كبرى لانتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة في صناعة المستلزمات والادوات الرياضية وذلك بغرض انشاء عدد 30 ملعب بادل تنس بالمنشآت الشبابية والرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2023-2024 تأتي هذه الموافقة في ضوء رؤية الوزارة بشأن النهوض بالمنشآت الرياضية والشبابية مدعمة ببرنامج زمني تنفيذي وتمويلي لانجاز مشروعات الخطط الاستثمارية للعام المالي الحالي بما يتيح الفرصة لانجاز الاعمال والمشروعات بالكفاءة المطلوبة والزمن المحدد والجودة المطلوبة تحقيقا للرؤية الشاملة للدولة في هذا الشأن وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة أسيوت التعاقد لتنفيذ اعمال الترفيق للمنطقة الاستثمارية اللوجستية المتكاملة للصناعات المتصلة بمحصول الرمان والفواكه والخضروات والمحاصيل الزراعية الأخرى بالكوم الأحمر بمركز البداري بالمحافظة اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزرية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من نوفمبر الفين وثلاثة وعشرين بالشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها وذلك لعدد تسعين مشروعاً لوزارات النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والصحة والسكان والخارجية وكذلك محافظة دمياط وصندوق التنمية الحضرية اعتمد مجلس الوزراء محظر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم اربعة وستين المنعقدة بتاريخ السادس عشر من نوفمبر الفين وثلاثة وعشرين بإجمالي قيم النسب المستحقة للمتعاقدين وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم مائتين وخمسة وخمسين لسنة الفين وستة بإنشاء جامعة النيل وذلك فيما يخص تعديل مسمى كلية هندسة البترول والتعديل ليصبح كلية هندسة الطاقة والبيئة وذلك وفق رؤية تستهدف تصميم مسارات تعليمية تتماشى مع احتياجات سوق العمل مع العمل على تطوير مهارات الخرجين لتعزيز مخرجات التعليم الجامعي وفق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقب وفقا لأحكام المادة الثامنة والسبعين من قانون تنظيم التعاقبات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم مائة واثنان وثمانين لسنة الفين وثمانية عشر وشملت تلك الطلبات طلب وزارة المالية بشأن توريد أجهزة وتقديم الدعم الفني لمنظومة التصديق الإلكتروني الحكومية وكذا طلب وزارة الزراعة وستصلاح الأراضي توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لحصر وتصنيف المحاصيل الاستراتيجية الشتوية لموسم الفين وثلاثة وعشرين الفين واربعة وعشرين وكذا المحاصيل الاستراتيجية الصيفية لموسم الفين واربعة وعشرين إلى جانب طلب مقدم من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشأن بعض الانشاءات والتوريدات الخاصة بها وتم التأكيد فيما يخص تلك الطلبات على ضرورة الالتزام بالضوابط المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وكذلك مناسبة الأسعار محل التعاقد فضلا عن ضمان التنفيذ المطابق للشروط والمواصفات وفق مجلس الوزراء على قيام المعهد القومي للبحث الفلكية والجيوفيزيقية بطرح مناقصات محدودة لشراء الأجهزة الأساسية والمساعدة في عمليات رصد الزلازل وذلك ضمن قيام المعهد بشكل دوري بتحديث التجهيزات الخاصة بعمله في إطار التكليفات الصادرة بمواصلة إجراءات الدولة للتعامل مع الكوارث الناجمة عن الزلازل وتوفير ما يلزم لضمان استمرار المتابعة ورصد النشاط الزلزالي وفق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب المجلس الأعلى للأزهر التصرف بنظام التأجير للمبنيين الذين يشغلهما المعهد الفني للعلوم والتكنولوجيا ودار إيتام تابعا لجمعية وليد زين الدين للأعمال الخيرية والكائنين بشارع صلاح الدين إبراهيم بمنطقة الإسكان الصناعي بمنطقة السيوف بمحافظة الإسكندرية